similar products similar products on the on the market يعني بدك تشوف البضائع برضو المنافسة إلك في السوق في متكيف وبالتالي مهم تعرف هذا الحكي بعدين تطلع الشرح إلها why is your product superior ليش تعتبر منتجك superior يعني أعلى أرقى أفضل to others and why does it have why does it have better value ليش قيمتها عالي يعني ليش أنت اعتبر منتجك أحسن منتج إذا هذا الحكيناها شرح لازم تعرف عن دخل الناس الفئة المستهدفة الفئة المستهدفة ومين اللي ممكن نشتروها مش بس تعرف كمان المنافسة كمان مهم جدا أنك تعرف السمنا برودكتس يعني أنا ببيع عطور وصاحبي ببيع عطور لازم أعرف أنه ليش أنا سوبيريا ليش أحسن ليش كذا وهذا بسموها target market هذا رقم اثنين إذن تبس رقم اثنين حكناهم صار نعيدهم كمان مرة اللي حتى تكون well prepared طلع it is essential to know اللي حطينا تحتها خط everything about your product رقم اثنين you also need to know who the target market is لازم تعرف الفئة المستهدفة مين الفئة المستهدفة هون مين الفئة المستهدفة هون واضح طيب إذن صار عندنا نقطتين رئيسيات وشرحهم الكاتب طيب نيجي الآن للنقطة الثالثة تابعوا معي بالله لو سمحتوا نعمل زوم هون in addition in addition بالإضافة لذلك you should know exactly which people you are speaking طلع speaking to and what 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 their needs are their needs is are حلو إذن their needs is are إذن الآن صار عندنا نقطتين نعيد كمان مرة النقطة الثالثة نحط تحتها خط يلا you should know all about the competition صح about the competition مهم جدا تعرف المنافس هاي واحد رقم اربعة الآن رقم اربعة وهي مهمة جدا you لاحظ you should know exactly which people you are speaking to طلع speaking to and what their needs are their needs are خلينا نوضح هنا بالتلخيص الاربع نقاط اللي حطينا تحت لها خط الآن في عنا tips لعملية tips اللي هي نصائح أوكي تقام طلع do you do you research اللي هي في النقطة الأولى اللي هي how to make your sales بيتش طلع لاحظ it is essential to know everything about your product يعني ضرور جدا تعرف عن المنتج هاي واحد you also need طلع to know who the target market is رقم ثلاث you should know all about the competition رقم اربعة you should know لاحظ you should know everything everything exactly you should know exactly which which people you are speaking to and what their needs are إذن صار عنا أربع نقاط نعيدهم بالفقرة ونعمل عليهم زوم يلا ارجع معي بالسطر الأول إذن tips حتى تكون will prepare طلع اللي هي ايش هنا اللي هي will prepare شايفينها أو better prepared هاي يعني حتى تكون انت جاهز تماما لعملية ايش prepare في عنا أربع نقاط رئيسي والباقي أفرح هي شارح لكل واحد يلاحظ الأولى it is it is it is essential it is essential to know everything about your product this is the first one طيب ننزل الآن رقم اثنين خلينا يلا you also need to know who the target ها market اللي هي رقم اثنين ها market ايش هاي رقم اثنين الآن نيجي للقم ثلاث you should know all about the competition اللي هي هاي رقم ثلاث نلاحظين رقم ايش ثلاث رقم اربعة شوف اربعة tips بعطيني ايهم الكاتب نصائح ارشادات حتى شتكون تكون ولي برباد رقم ثلاثة رقم ثلاثة you should know you should know all the competition رقم اربعة you should know exactly which which people you are speaking to and what their needs are إذن هذا التلخيص الآن ننتقل للسؤال رقم 2 صفحة رقم 32 سؤال رقم 2 سؤال رقم 2 سؤال رقم 2 بصفحة رقم 37 سؤال رقم 37 بالأسئلة سؤال رقم 2 نصائح إرشادات حتى تكون وين اللعبي هون حتى تكون جاهز يعني الكاتب أعطانا عدة نصائح حتى تكون جاهز فور يور سيلز بيتش اللي هي ترويج المبيعات عنوان القطع حلو الكلام هلأ شو بيجي بحكي لك رايت داون يعني اكتب تنتيم هذه التحضيرات طبعا احنا حكينا أربعة هنا بالامتحان الوزارة بنذكر ثنتين أنا مجاوب لك إياها الآن خلينا نشوف أنا كاتب رقم 2 رقم 2 رقم 2 هذا السؤال الأول وهذا هو سؤال رقم 2 لأن السؤال الأول معاني هسا راح نجيله بالهذا إذن هنا في tips والprepared tips يعني نصائح نعيد كمان مرة وإرشادات إرشادات أو نصائح والprepared يعني جاهز يعني حتى تكون جاهز اكتب لي النقطتين من النقاط اللي حكاهم الكاتب أو وصف فيهم الكاتب أو الpreparation هذول التحضيرات اللي حضر فيهم الكاتب احنا حكينا أربعة فلدوسية اللي هي منعيدكم مرة إنه مهمة في السطر الثاني لتعرف كل شيء عن المنزل هاي رقم 1 بالسطر الثالث لاحظ رقم تحتاج إلى تعرف من المنزل ها المنزل المنزل أو المنزل المنزل حلو والآن الآن لاحظوا في شغلي كمان مهمة جدا بدنا لو سمحتوا طلع يجب أن تعرف كل المنزل ها والشغلي اللي هي رقم 3 هاي زي ما انتم شايفين ورقم 4 يجب أن you should you should you should زي ما انتم شايفين خلينا نشوف آه you should know exactly which people you are speaking to and what their needs ايش وهنا أربع نقاط وهيكا جاوبنا أول سؤال هلا هلا كل واحدة انتم عارفين فيه لها example وشرح لها بصير سهلة بعملية الوزارة يعني ما يجي قول لي مثلا على سبيل المثال طلع you should know طلع اللي هي رقم مثل اثنين you also need to know who طلعها who the target market is طبعا فيه لها شرحة شو for example هاي بعطينا example كل واحدة عليها example زاني شو معناها example يعني لاحظوا نقطة الرابعة مثلا خلنا توقف عندنا نقطة الرابعة اللي وقفنا عندها you should know exactly which people you are speaking to and what ايش their needs are هل هل بعطينا example طلع for example if they present اذا كانوا مثلوا هذول middle class يعني طبقة وسطة department store يعني اللي هي محلات ايش محلات كبيرة محلات كبيرة بنعيد كمان مرة represent middle class department store يعني دك تعرف مع مين تتعامل هنا مع مين الناس دك تحكي محها هل هذول الناس بمثلوا طبقة وسطة بمثلوا معهم مصاري معهم مش مصاري مهم جدا الواحد يعرف هذا الحكي وضروري يعرف هذا الموضوع